فقرت بقى ان انت بقيت professional بدأت ازاي؟ يعني امت حاسيت ان انت لقت دي فعلا اول خطوة لسلم ان انا professional وان انا بشتغل مع حد نجم كبير كانت اول خطوة ايه في الموضوع ده؟ بصي هو انا يا برضو لما بدأت اشتغل professional لما جيت القاهرة بقى يعني سفت اسكندرية وبتديت بقى مشواري في القاهرة ابتديت كملحن كانت الدنيا سهلة ولا طريق صعب اوي؟ صعب جدا لان انا اخترت كمان طريق صعب جدا وهو اني بعدت عن خلاني يعني كان ممكن يزهلو لك الطريق اوي كان كله متوقع ان انا هاجي فهخش زي ما بيقولوا تحت العباية بتاعتهم واستفيد من لان هما كان في توقيت دخولي كان هما في عز شهرتهم طبعا صلاح الشرنوبي وردة وميادة ومش عارفوا ناس اللي كانوا في الفترة دي نوارين وفاروق الشرنوبي ايمان البحر درويش ومحمد الحلو وعلي الحجار فانت زي ما تستغلش الفرصة مثلا بالضبط بس انا اللي خلاني ابعد عنهم بصراحة ان انا حسيت ان انا يعني هما كانوا مشغولين يعني انا مش بالومهم بس هما يعني مشغولياتهم كانت كتير طبعا فانا ما كنتش لاقي نفسي او لاقي الفرصة ان انا اقدر ان انا احقق حاجة فخدت قرار بقى ساعتها ان انا اطلع برا العباية دي وابتدي من الصفر زي ما بيقول ووقات كان فعلا ان انا يعني اه باعدك حتى عنهم خلص كنت اقعد في القاهرة الوحدي بتدت ان انت تعتمد على نفس ابتدت انزل اشتغل كنت بالعب milligrams في فرق وكده عشان اقدر ان انا ابقى متواجد في القاهرة وبدأت بقى واحدة واحدة اخش في الحتة بتاعة الالحان كنت طبعا بدأتها بمطربين لسه يعني مش معروفين شوية حاجات كده تترات كنت بعمل تترات مسلسلات إزعية يعني برضو دي من الحاجات اللي بدأتها كتف البدايات قوي وكنت بعمل الحمد لله كانت جات لي فرصة كويسة كنت أن أنا أعمل تتر في كتف بداياتي في إزعة الشرق الأوسط كان بطولة أحمد عبدالعزيز كان موقتها أحمد عبدالعزيز نجم أول وكان معاه نجوم كتير ساعتها والحمد لله أنا أخدت فرصة وعملت التتر وكان نزل التتر بصوتي برضو أنت غنيته؟ ما هو أنا لما بعمل مثلا لحن يعني أنا عملت اللحن وعملت له شكل توزيعي عشان أسمع الناس اللي سمعه قاله هو ده بالزبط فلما سمعتهم على أساس أنه معه بتعمل دمه مثلا بالزبط فالدمه ده قالك طب وحنا لنجيب حد يغنيه لما هو أقرأ من اللي يعمل ده اللي حصل طب ده حاجة حلوة قوي يعني هي بصي ربنا بيبقى مرتبها كده بزي ده مكنتش حطت في بالك غنى؟ ساعاتها لا ساعاتها ما كنتش حطت في بالي غنى لأن زي ما قلت لك برضو كان الموضوع الخجل لسه موجود وموضوع كمان أن موضوع الغنى ده محتاج مصاريف محتاج حد يبقى فيه انتاج انتاج طبعا ودلوقتي أصلا سوء الانتاج في حتة الغنى نيم قوي بالزبط ده حقيقة يعني موضوع الانتاج دلوقتي بقى صعب جدا يعني من 10-15-20 سنة كان فيه شركات بتشتغل وكان فيه مطلوبين ده حقيقي ده دلوقتي بقى ده موجود يعني فيه مطربين كبار كتير ومش لقين شركات انتاجي يعملو لهم فالمسلسل إزاعي ده بقى كده جي زي مفاجأة ليك بالزبط يعني كانت مفاجأة الحمد لله حلوة وخلتني بعد كده برضه أعملت أعمال كتير في إزاعية عملت تترات وموسيقى لأعمال المسلسلات إزاعية كتير مع ممثلين كبار ونجوم كبار أستاذ محمود عبدالعزيز وأستاذ سامير غانم عملت معاه فوزير في الإزاعية ثلاث سنين كنت بعمله الأغاني بتاعت والموسيقى بتاعت المسلسلات ديت وحاجات كتير بقى كنت عامل برضه مسلسل موسيقى بتاعت مسلسل كريم عبدالعزيز موسيقى